انت شخص ما بتحبش الزهول على جهة ومش فكش كتير يعني دايما مقلة جدا مقلة يعني احنا باشتغل بقى بقى مراكز قوي يعني يعني حتى في البيت بقى بفصل تماما مراكز في الشغل قوي عندي تفاصيل كتيرة جدا في الكورة تفاصيل يعني أنا بعملها زي في حاجات مهارية وفنية وفي حاجات شخصية يعني هو اللعيب الكورة مش مش لعب كورة بس صح لعيب كورة عنده حياته الخاصة جدا صح لو أنا وصلت لمرحلة من لعيب الكورة في حياته الخاصة جداً بيحكيها لي إيه أنا نجحت صح ده مهمة جداً عشان تغرف تأثر في شخصيته بعد كده ده بيانعكس عليه في الملعب لأنه هو في الآخر لو أنت وصلنا للليفل ده أنه إحنا النهاردة بيتعامل إنه في حياته الشخصية فمعناها إنه هو هاسق فيها جداً وأنا بكلمه في الكورة صح وهيدين أقصى حاجة عشانه أنا أدعم معاه في حاجات تانية صح بس فيه مدربين الآخرين يقولك إيه لأ والله هو الزهول الإعلامي حتى وأنا بضرب وأنا شغال مهم جداً أنا بمركت بين نفسي الناس بتشوف أنا بقول إيه بتكلم في إيه فيه مدرب يقولك إيه أنا لسه همركت بالشغل بتاعنا همركت بالزهول الإعلامي بقول كلمة الحلوين وخلاص كل واحد ببقى ليه سخافته ولكن أنا في الآخر أنا بشوف أن العمل الشغل هو اللي بيدي الداتا لسه بتقول لو ما بنيجي نتكلم مع العيب أنت في الآخر الشغل بتاعنا مش في مكاتب أنا في ملعب صحيح وقدامي الناس كلها وأي حد يقدر يتفرج على التمرين وأي حد ممكن يتابع وأي حد فإحنا شغلنا مكشوف واللي بيشتغل واضح واللي ما بيشتغلش واضح واللي ماشي معايا موفق باين واللي بيطعب قوي وممكن بيش موفق باين برده فكل التفاصيل دي باينة فأنا مش بحتاج أن أنا النهارده أبقى مثلاً موجود إعلاميين عشان أسوأ نفسي أعلامي بالضبط أنا لو أنا شغل ما أسوأنيش أنا مش هزاق بقى مدير فني يعني أنا دايماً أقول أنا يا مدير فني بشغلي أيوة يعني مش مدير فني أصلاً وقفل القصة دي أشتغل في التلفزيون عادي أشتغل في الأعلام عادي أشتغل أي معنا لو أعياء كسة أعلام فأشتغل في الأعلام وأنا كمان حطت يعني الإدارة الفنية بشوفها ليها أصول وليها قواعد يعني لو كان في حد ما بيعملهاش وبينجح فأنا مش مضطر برضو لا أمليش علاقة أنا هعملها يعني انت فاهم أن هعمل الشغلانة زي ما بتتقال بوظيفها بمشاكلها بيتقال دايماً إنه كابتالي دا شحاتها هو شخص لطيف وعشان سينه صغير كمان فأردت من اللعبين بس في نفس الوقت هو شخصها قواية جداً صح كده؟ جداً 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 يعني أكيد أنت برضو تسأل طبعاً يعني ممكن من قارب الناس اللي هي في المجال كان محمد نجيب والسيد العلاقة لا تتعدى الأعداء اللي إحنا عادنا ولو على المرحلة العمرية يعني فإحنا قريبين جداً كابان قريبين تعال بقى في المعلاحب فيش خالص يعني أنا معرفهمش أصلاً يعني العلاقة الشخصية بيني كنت دايماً كان أكرم توفيق برضو في الجونة كان أكرم أنا أحب أعضم أكرم جميل هو شخصية سوي ومنترم هتلاقيني ميال للمجموعة ده هو محمد الجزار دايماً كنت أعود عنده في الأوضة فالمهم هي بقى عدت حك ونهزر نروح للملعب هو بيقول لي يعني وصلنا مرحلة هو بقول لي هو أنت بتتحول كده إزاي أيوة تقول لأ هنا حاجة واخوية وحبيبي ويعني أنا بحبه جداً في الملعب قال لي أنت أكتر حد بيتوجهه أنا صحيح تقول لأ أنا شايف أني أنت خامة كويسة ومحتاج تزبط حاجات معينة عشان توصل ليه في الكويس صحيح قال لي تاب أنا وقت تقول له لأ تسمع الكلام يجي التمرين وعدت خانق في التمرين ويشد يعني وليه النهوض مع بعض في الوضع وليه العاديين عادي خالص بس في التمرين لأ كان الموضوع بس في الآخر هو لما حسس الموضوع ولقى الموضوع فيه حاجة كويسة قال لي أنت عايز عامل إيه المناسبة أكرم توفيه ده تحديداً أعطاك أنت أثرت جداً في مشواره يعني هو لعب كويس في الأصل ولعب مميز وكل شيء بس التحول كان في الجول خناءة كانت بنا أنا فاكر كويس أول خناءة لأنه كنت أنا مدرب عام وبقيت مدير فني فالنقلة دي هما كانوا قراب مدرب عام دي لدور لوظيفة ومدير الفني ليه وظيفة يا حياتي المدرب العام يبقى أقرب للعبين من المدير الفني كان ده دوري وكنت بعمله عليك مالواجه وكانت في ناس بتزعل مني بسبب أن أنا يعني أنت قراب زيادة لا هو ما فيش حاسمه قراب زيادة مدرب عام ده لازم قراب جد ولو المدير الفني بيشد أنا لازم أنا بأنا الطيب وبيجي بقى بعرفك أن في مشكلة كذا وخلي بالك كمدير الفني أن اللعبة متضايقة من ده أنت بقى صاحب القرر عمل اللي أنت عاي شايفه صحي فكانت مشكلة مع أكرم أول خناية بينه وبين أكرم بفكرها كويس أن أنا بقوله أنت بتجري كتير عرفوضي فقال لي أنت بي أنت عايز نعملوتله هحددلك مساحة هي دي اللي أنا عايزك تلعب فيها ما تطلعش بر هاي فقال لي أنا أول مرة شوف حد يقول لي ما تجريش تقول لأ هو الموضوع يا الكرة ما بقيتش جري زي زمان زمان كنا نقول إيه كل ستة ليها وظيفة وتمانية ليها وظيفة وليها مساحة في الملقة بتتحرك فيها وتمانية بتتحرك فيها حملت له يعني اللي جبت من الثمانتاشر شدت خطين كده وطوله ما تطلعش بره لا في التمرين ولا في المطشاط كل مساحة تجري خليها في الثمانتاشر أفضل خليك متواجد أكتر خليك شكل الهجومي أحسن لأن النهاردة لو فضلت تقطع يعني لو فضلت طول الوقت تقطع بس ما لكش دور هجومي زيك زي 200001 مزبوط كتير جدا النوعية دي النوعية بقى اللي هي بتقطع وتكمل تجيب جوال دي قليلة صح فعشان تعلي تعلى لازم تعمل دي هاي فييجي في التمرين يروح بغصب عنه بيعمل ايه الحماس واخده فيطلع فين على الخط نصفر يرجع فبيزهق فبيتدايق فييقول لي لا انت انت مستقصدني وليه لا مش مستقصدك بس انا هقول لك حاجة لو عملتها 100 مرة هوقفها 100 مرة فانت ما عندكش حل غير تعمل لانا بقولك عليه هو هتعمل ده لو مش يسيبك لما تتعلمها مش مشكلة اكرم في الفتر ده جاب 4 تجوان من بعد ده هاي فبدأ يدخل الثامنطاشر كتير بدأ نفسه يبقى يعني هو طول الوقت لما تحدد الخطوط النفس بيتضيبط لانا مساحات الجارية بتقل مثلا النهاردة لو انا بعمل مجهود التسعين في المية انا بعمل ستين في المية وانا مستريح عندش مشكلة فلما بدخل الثامنطاشر بيبقى تركيزي معي افضل فبعرف اترجم غير لما تبقى تعبان داخل تعبان انا دائما نقول لعيبا انت ازاي تدير تسعين ديئة صح ازاي تدير تسعين ديئة مش ازاي تلعب تسعين ديئة تسعين ديئة ممكن تبقى بعشوية تلاقي نفسك ربع ساعة ونفس مش موجود لما تدير تسعين ديئة صح هي دي مهارة حدوزات طبعا وزكاء طبعا موهبة موهبة لاني كان عملة نادرة اللي ليعرف ايه الواجبات المركز بتحركات وكرة معي وكرة مش معي ومدل حالتين مش حالة ثلاثة مزبوط يا كرة معك يا مش معك طيب انا تعبان الافضل تبقى معي ولا مع الخصم بمعي وانا تعبان تبقى معي ده اهم بكتير الناس فاكرة اديها للخصم وانا ايه اقف مريح لا بالعكس رحتك وكرة لانا وانت تعبان مش محتاج حد يهجمك محتاج بالعكس حد انت اللي معك السكورة لان في الاخرية الكرة ده اللي هتدخل فيها انا فطول ما هي تحت سيطرة انا في الامان ما تديش للخصم وتقف تريح مفيش حاجة اسمها كده صح الصقافة دي عشان تقعد تبلورها كده قصة كبيرة انا عايز اقول قيمة مهمة جدا جدا انا باستشفاها دايما من ضيوف يعني الراجل اللي يقعد يتكلم في امور فنية تلقائيا حتى لو الحوار مش رايح في حتة فنية قوي وتعرف عطول انه هو معجون فيك التديب في الكرة يعني طول الوقت انا عايز اتكلم في الكرة وانا صحصين يعني بستمتع بدا واعطاك الحالكم كمان مستمتعين جدا بدا